لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري منذ أكثر من ستة أشهر تأليف حكومة جديدة واليوم تواجه جهود الحريري حملة جديدة من الضغوط من قبل ميليشيا حزب الله وحلفائها لإجباره على القبول بصيغة جديدة تفرض تمثيل سنة ثمانية آذار المتحالفين مع الحزب مصادر سياسية لبنانية مطلعة أكدت أن تطورات الساعات الأخيرة في بيروت كشفت أن رئيس الجمهورية ميشيل عون متواطئ مع ميليشيا حزب الله في ممارسة هذه الضغوط من خلال التلويح باللجوء إلى مجلس النواب وصولا إلى التلميح بخيار سحب تكليف الحريري وتعيين بديل عنه وكشفت مصادر مواكبة للتطورات الحكومية أن عون مؤيد لاقتراح أن تكون الحكومة مكونة من 32 وزيرا وهو ينتظر من الرئيس المكلف جوابا نهائيا عليه كان ينبغي أن يتبال وراء من خلال زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لدارة الحريري في بيت الوسط مساء الخميس وقالت المصادر أن هذا الموقف والتلويح بتوجيه رسالة إلى البرلمان وإعادة فتح ملف التكليف قوبلت كلها بأصداء سلبية لدى أوساط الحريري وأدت إلى فشل اجتماعه مع باسيل ورأى مراقبونه في البيان الذي صدر عن قصر بعبدة والذي شدد على أن ما نسب إلى رئيس الجمهورية عن تخل عن الحريري غير دقيق رأوا فيه تأكيدا لما كان يندرجو ضمن الإشاعات عن عزم عون توجيه رسالة إلى مجلس النواب تتناول مسألة تأخر تشكيل الحكومة كما نقل عن أوساط مقربة من ميليشيا حزب الله أن الحزب بدأ جديا يناقش خيار التخلي عن الحريري رئيسا للحكومة والتفكير في السبل الدستورية الناجعة لدفع الحريري إلى الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة غير أن هذه المصادر أكدت أن الحزب الذي انقلب على حكومة الحريري عام 2011 ولجأ إلى دعم تكليف الرئيس تجيب ميقاتي بديلا لا يجد هذه الأيام بديلا مناسبا خصوصا وأنه يستبعد في الوقت الحالي تسمية واحد من سنته المنضوين داخل تكتل اللقاء التشاوري في البرلمان ترجمة نانسي قنقر